التظاهرات والحركة الاحتجاجية التي تحتلان المشهد العام في إسرائيل منذ أسابيع احتجاجا على إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ولسيما في المجال القضائي ارتقتا درجة هذا الأسبوع مع انضمام ضباط كبار جدا من الاحتياط وقدام سلاح المدرعات وحتى رؤساء أركان سابقين إليها يجب أن نظهر للحكومة الإسرائيلية أنها تفقد السيطرة على إسرائيل إسرائيل هي نحن الأشخاص الذين يعملون ويخدمون في الجيش ويدفعون الضرائب ويرفعون على أكتافهم كل العب لقد سمعت الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم لن يخدموا في ديكتاتورية وإنهم ليسوا مرتزقة لدى ديكتاتور الغضب من خطوات الحكومة الإسرائيلية يجر معه هذه المرة بحسب محللين جمهورا أوسع وأكثر تنوعا وتغلغل هذا الغضب إلى صفوف الجيش الإسرائيلي يطرح الكثير من الأسئلة بشأن تأثيره في منعة الجيش ومواجهته للتهديدات الخارجية وفي ظل توسع الاحتجاجات ضد إجراءات حكومة نتنياهو تبرز خشية حقيقية في قيادة الجيش الإسرائيلي من الشرخ المتزايد في المجتمع الإسرائيلي الذي قد يوصل بحسب ضباط رفيعي المستوى إلى حرب أهلية ومن أن تؤدي مشاركة ضباط وجنود حاليين وصابقين في التظاهرات إلى الحق الدرري بحافزية الخدمة في الوحدات القتالية والالتحاق بالاحتياط أنا قلق جدا مما يجري في إسرائيل ومن أن تحدث هنا حرب أهلية الحدث قاس وأنا لا أعرف من مع ومن ضد في الخارطة السياسية لكن هم يفهمون أن الإصلاحات القضائية أمر غير جيد للدولة ويجب وقف هذا الجنون والانقلاب الذي يخططون له وفيما حذر خبراء من أن جهاز الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في وضع هش اليوم وأن الخلافة السياسية يمكن أن يفاقمه فقط أشار آخرون إلى أن الإسرائيليين عالقون في أشد وأخطر أزمة تضرب إسرائيل في سنواتها الخمس والسبعين وأنها على حفة هاوية من دون راشد مسؤول أو قيادة جامعة ومتفق عليها